نضم إلينا من واشنطن الباحث السياسي إدموند غريب بداية سيد إدموند أرحب بك في نشرة السابعة سيد إدموند فيما يتعلق بإدارة طالبان للملف الأمني في الوضع الحالي انتهاءا في هذا الملف بتسليم المطار لهم من حيث الإدارة باستثناء بعض المناطق الصغيرة التي بقيت تحت إدارة قوات أجنبية أيضا تعاطيهم مع الإعلام تعاطيهم مع الملف الإداري والسياسي وإصدار عفو عن جميع الموظفين وطمأنة الناس بما يمكن وصف هذه المعطيات كاملة تحياتي أستاذ يحيى من الواضح أن الطالبان يتعاملوا بطريقة إلى حد كبير على الأقل لا نعلم كيف سيلعب أو سيمارس الحكم ولكن على الأقل يبدو أنهم في تصريحاتهم الأعلامية والعلانية حتى الآن يتبنى مواقف تظهر بأنهم ربما قد تعلموا دروس واستفادوا من تجاربهم خلال العشرين سنة الماضية مثلا اليوم كان هناك تصريحات تقول بأن الطالبان ستحترم السفرات والديبلوماسيين الأجانب والعاملين في المنظمات الخيرية بغض النظر عن ما إذا كانت هذه المنظمات أجنبية أم أفغانية وأنهم أمروا أيضا بعدم قواتهم بعدم دخول المنازل وأعلنوا أنهم سيعفوا عن العاملين في النظام السابق أو في الحكومة الأفغانية وأيضا حتى من القوات المسلحة إذا كانت هذه الكلمات فعلا وهذه التصريحات تعبر عن واقع فهي فعلا تعبر عن تغيير في مواقف الطالبان وأيضا أعلانهم مثلا بأنهم ليس لديهم علاقات تحالف مع أي طرف في العالم أنهم سيعارضوا أيضا المنظمات الإرهابية لأن يسمحوا المنظمات إرهابية باستخدام أفغانستان وحتى أنهم تحدثوا مثلا عن علاقاتهم ببعض دول جوار قالوا أنهم يريدوا علاقات مع الجميع علاقات جيدة مع كل دول العالم وقالوا أن لهم علاقات جيدة مثلا كان هناك اعتقاد بأن العلاقات قد تسوء مع دول مثل روسيا والصين وإيران قالوا بأنه ستكون لهم علاقات جيدة مع هذه الدول وبالتالي فأن هذه تدل على أنهم فعلا يريدوا أو يقوموا بإرسال رسائل مختلفة عن تلك التي كانوا يرسلوها في السابق طبعا أيضا كان هناك نقطة أخرى مثيرة ومهمة وهي أن في نفس الوقت الذي يعلن أعلن عدد من كبار المسؤولين أنهم سيعلنوا القيام أمارة إسلامية وسيعودوا إلى دولة الأمارة الإسلامية ولكن في نفس الوقت أيضا بعثوا برسائل بأن الحكومة الجديدة سيشارك فيها أطراف من كل القوى والمنظمات السياسية حتى بعض الشخصيات من الحكومة الحالية وأيضا من قوميات وتوائف مختلفة هذه أيضا مهمة ومثيرة لأنه إحدى النقاط للانتقادات كانت للطالبان بأنهم لا يمثلوا لديهم مواقف عقائدية معينة وأيضا يمثلوا البشتون أكثر من أي مجموعة أخرى في أفغانستان نعم سيد إدموند دعني أنتقل بك إلى الملف الدولي فيما يتعلق بالقضية الأفغانية خارجيا تابعنا جميعا بالأمس المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي بايدن والذي ذكر فيه بأن القطع بحكم طالبان لأفغانستان لا زال في وقت مبكر أيضا التصريح أمين عام حلف شمال أطلسي ستولتنبيرغ بأن ما حدث في أفغانستان كان أنهيار سياسي وعسكري سريع ما مدى قدرة هذه الحركة على إيجاد ملاءة سياسية تمكنها من علاقات دولية تسهل أمامها وتعبد أمامها الطريق لإدارة شؤون البلاد فعلا هذا هو التحدي هناك كما كنا نتحدث قبل قليل وما كما تحدث الكثيرون أيضا هو أنه ربما حدثت تغييرات في طريقة تعامل وفي تفكير الطالبان بينما يقول آخرون أنهم لم يتغيروا فعلا بصورة أساسية وأن هذه عملية علاقات عامة ربما قد تعلموا من تجربتهم السابقة وبالتالي فإن الكثير سيعتمد على إداء هذه الحركة وكيف ستتعامل عندما تصل إلى السلطة هل هذا يعني بأن الطالبان هي فعلا تمثل أو لديها قدرة على السيطرة على كل أفغانستان هذا السؤال أيضا مثلا فوجئ الكثيرون في الولايات المتحدة كان هناك تقارير استخباراتية نشرتها صحيفة نيويورك تامز في أواخر حزيران جونيو الماضي تقول بأن حتى ولو سقطت معظم الأراضي الأفغانية في أيدي الطالبان فأن كابل لن تسقط إذا سقطت حوالي بعد سنة أو إلى سنة ونصف ستستطيع الصمود والأمور قد تتغير هذا أيضا يظهر بأنه تقييمات التي كانت تقوم بها مؤسسات استخباراتية وعسكرية أمريكية يبدو أنها لم تكن دقيقة ربما بدأنا نسمع انتقادات حادة وحتى مطالبة بمحاسبة الجنرالات محاسبة المسؤولين الاستخباراتيين الذين كانوا لا يبدو وكأنهم كانوا على دراية أو يتوقعوا هذا الانهيار السريع نعم عفوا نعم جزيل شكر لسيد إدموند غريب كان معنا من واشنطن